إلى الشأن العراقي حيث قتل خمسة مدنيين وأصيب عشرون آخرون جراء قصف لطائرات حربية تابعة لسلاح الجو العراقي على أحياء سكنية في مناطق متفرقة من مدينة الرمادي من جهة أخرى أفادت مصادر أمنية بمقتل عشرين عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية في اشتباكات عنيفة بعد دخول القوات العراقية لمنطقة الحوز التي تضم المجمع الحكومية بالرمادي مشيرة إلى أن استعادة منطقة المجمع الحكومية سيتم خلال يومين أضافت المصادر أن القوات العراقية تواجه في تقدمها نحو وسط الرمادي صعوبات بسبب الكبائن التي ينصبها مقاتل التنظيم